اشتركوا في القناة وان التواصل الدبلوماسي الذي جمع بمكالمة هاتفية رئيس الوزراء محمد شاع السوداني ووزير الخارجي الأميركي أنتوني بلينكين رسالة حملت عنوان حرص العراق على تعزيز الاستقرار وأهمية منع التصعيد في المنطقة مع الالتزام بحماية التحالف الدولي ومنع أي عمل موجه ضد قوات التحالف التي تتواجد في العراق لأجل محاربة داعش وفي سياق الهدف العراقي باستمرار التواصل بين بغداد وواشنطن لإنهاء مهام التحالف والانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية تصب في استقرار العراق الذي يعتبر صمام أمان للمنطقة بحسب الرؤية الإقليمية والدولية لما يمثله العراق من موقع استراتيجي وجيوسياسي مهم للشرق الأوسط وفي هذا السياق يؤكد رئيس الوزراء أن وقف الحرب على غزة العامل الأول في فرض التهدئة في المنطقة وفي الأيام الماضية وبعد تعرض مجموعة من القوات الأميركية إلى استهداف صاروخي الأمر الذي دعا واشنطن لتحرك عسكري إلى المنطقة سبقه إعلان إيران بشن هجمة مرتقبة كرد على اغتيال هنية وهو ما دفع بتحشيد عسكري غير مسبوق إلى المنطقة والصورة الأقرب إلى الميدان الذي يغلي تحرك له قادة وزعماء في المنطقة والعالم ومن بينه العراق بالتأكيد على ضرورة مسك زمام الأمور قبل الإنفلات إلى حرب واسعة ترجمة نانسي قنقر